الكتاب 239 المقالة 4 مركز تفنيد الأكاذيب بقلم آرسوفاليان تناهى إلى علمي بأن هناك كتاب مؤلف من ثلاثة أجزاء ويدعى خطط الشام ومؤلفه الكردي محمد كرد علي فيه تعرض سافر للأرمن إبان فترة الإبادة العظمى في العام 1915 وانطلقت للبحث عن الكتاب دون فائدة إلى أن استطاع صاحب مكتبة نوبل جميل نذر وهو من عائلة نذر نازريان الأرمنية الكاثوليكية التي هاجرت من ساسون إلى ماردين ثم من ماردين باتجاه الجنوب ووصلت أخيرا إلى دمشق لتستقر فيها واضطرت لتغيير كنيتها الأرمنية من نازريان إلى نذر اتقاءا لشرور الأكراد والأتراك استطاع السيد جميل نذر تأمين الكتاب من سوق الكتب القريب من الجامع الأموي والذي يدعى بالمسكية وقرأت الأجزاء الثلاثة وأنا أتحامل على شعور الحاجة للإقياء بسبب سخف الكتاب وكاتبه وعثرته على التحاول وهو التشهير برجل كهل أرمني نازح اشترى طعام ربما لأولاده أو ربما أحفاده منع البسطة ولم يكن معه ما يكفي لتسديد ثمن الطعام فطلب إنقاس الكمية حتى صارت توازي ربع صحن تقاسمه ثلاثة أطفال لا نعرف إن كانوا أحفاده أم لا وبقي الكهل بدون طعام وانبرى محمد كرد علي واستبسل في هدك عرض هذا النازح ومن معه من الأطفال الذين نجهوا من الموت ووصفه بالحرام والمتطفل ومغتصب حقوق الناس وألسق به ألف تهمة وألف صفة أخرى وبحثت عن الرجل محمد كرد علي وعلمت أنه تم تعيينه مديراً للمعارف في عهد الملك فيصل وهذا التعيين أمر لا يقبله العقل حيث لا يمكن تخصيص رجل يحمل ما يحمل من هذا الفكر الردي في مهمة سامية ونبيلة كهذه بين قوسين مدير المعارف وبحثت أكثر فعرفت أنه أسس جريدة المقتبس بعد منحة بالليرات العثمانية الذهبية قبضها من جمال باشا السفاح وتولى فيها لعق مؤخرات العثمانيين والتسبيح بحمدهم وتبرير أعمالهم وما ألحقوه من أذى في بلاد الشام والعراق ولم يكتفي بذلك بل قام وجرياً على عادة الأكراد بتنظيم لوائح بأسماء كل أصدقائه أعضاء الجمعيات التي حملت على عاتقها عبء الخلاص من النير العثماني والظلم والجور والاحتلال المرهق المرهق الذي دام أربعة قرون كالجمعية القحتانية والجمعية العدنانية وقام بتسليم هذه اللوائح إلى ولي نعمته جمال باشا السفاح الذي قام بتعليق كل هؤلاء على أعواد المشانق ولم يصب كرد علي بأذى مع أنه كان عضو في هذه الجمعيات كغيره واستطاع إقناع جمال باشا السفاح بأن عضويته غير أصيلة وكان يهدف في انتسابه إلى هذه الجمعيات كشف أعداء الدولة الثانية وتم تعليق أصدقاء كرد علي في دمشق وبيروت فاستعظم أهل الشام الأمر وصنفوه في قائمة الكبائر ونسيوا نصف مليون مقاتل حشدهم الطاغية جمال باشا السفاح من خيرة شباب بلاد الشام وتوجه بهم لملاقات الإنجليز في مصر ووصل إلى هناك وليست لديه وسائط لعبور قناة السويس من أجل قتال الإنجليز ونسي أيضا المؤونة من أجل إطعام الجند معتمدا على نهب مدن وقرى خط الوصول ليكتشف بأنها كانت تعيش دون الكفاف ولا تملك ما تعطيه وكذلك نفذ منه الماء فمات الجند من الجوع والعطش ولم يحاربوا أما الإنجليز فكانوا على الضفة المقابلة من ترعة السويس يشربون الشاي التوينينجز المعطر وارد الهند ويضحكون ووصلني صباح اليوم على الخاص دراسة أعدها مركز تفنيد الأكاذيب وهذا المركز وهمي ويختبئ خلفه إنسان آخر تقمص شخصية الكرد علي روحا وجسدا ومهتم أيضا بالقبض واللعق وحرص أشد الحرص على إخفاء اسمه الحقيقي وكان للأرمن وكان للأرمن وكان للأرمن ألف تهمة من العيار الثقيل ولأنه لم يكن من موجبات الحكمة الرد على تهم الكرد علي على الرغم من أنه يكتب اسمه الصريح فإنه من الأولى عدم الرد على تهم مركز التفنيد أيضا خاصة وأنه مركز وهمي يتخفى خلفه جبان يصر على إخفاء اسمه الحقيقي ولكنني سأفعل إكراما لمن أرسل لي البحث من حيث المبدأ لقد اخترق قيصر روسيا وجيشه الحدود الشرقية للسلطنة والتقى بجيوش السلطنة في صاري قاميش وكانت تحت قيادة ثاني ثلاثي العار أنوار باشا وكانت عبقريته الحربية وهو يحمل رتبة الغازي وهي أعلى من رتبة المشير تشابه عبقرية جمال باشا السفاح بل وتتفوق عليها فجمال باشا السفاح قادته وعبقريته العسكرية إلى الزحف بجيشه بدون مؤن ولا مياه فخسر كل جيشه في صحراء سناء ومات أفراده جميعا من الجوع والعطش أما أنوار باشا فلقد زحف بجيشه حتى صاري قاميش وهي منطقة مرتفعات شديدة البرودة ووقع في كمين المنطقة بمعنى وقع في كمين نصبه القيسر الروسي الذي فرض منطقة القتال على عدوه القادم من الأرض الدافئة وهو يعرف بأن قواته وأغلبهم من الكوزاك الملتحفون بالفراء والمنتعلون الزحافات يحاربون على الجليد لأنهم وهو معهم من بلاد الجليد وبالتالي فلقد تمكن القيسر الروسي من إبادة الجيش العثماني مستخدما جيوشه الجرارة التي لا تهاب الجليد مسخرا الجليد لمحاربة أعدائه العثمانيين فلقد تحول الجيش العثماني إلى فرق سخرة تحمل الموتى المتجمدين من رفاقهم في خيمهم بدون حرب من الأسر إلى القبور أما مبنى القيادة الذي كان يحوي أنوار باشا وضباط أركانه فلقد كان مدفأ ومحصن ومع ذلك فلقد تعرض للتطويق من قبل الكوزاك الذين أقسموا على أسر أنوار باشا وتقليبه على الجمر وأكل لحمه إلى جانب كؤوس الفوتكا كهدية للقيصر وعليما رقيب أرمني وهو قائد جماعة بالتطويق فجمع جنوده وكسر الطوق ودخل مبنى القيادة وحمل أنوار باشا كالأرنب على كتفيه وهرب به إلى الخطوط الخلفية وسط تغطية من جماعته وظل هذا الأمر مجهولا ولا يعرفه الأرمن حتى نشره أنوار باشا في مذكراته وقال أن شرفه العسكري يأبى التنكر لبطولة جنوده الأرمن الذين أنقذوه من موت محقق أما شرفه العسكري فلقد سمح له فيما بعد إرسال منقذيه إلى خطوط النار الأولى الخطرة فماتوا في المواجهات في مناطق أخرى أما حامل الأرنب فلقد تمت مكافأته بمروء لا تخطر على البال فلحامل الأرنب أب يعمل فران في القرية التي سيق منها الولد لخدمة العلام وطالت المكافأة والد حامل الأرنب وتم تقييده على سطح الخبز الحديدية وأدخل إلى الفرن المشتعل ولكن من سيباريا إلى سخلين إلى منغوليا إلى تخوم الصين إلى مناطق طوالستان وقصارستان والشيشان إلى مناطق أذربيجان وجورجيا والقوقاز فضلا عن الروس والأوكران وكان في عداد جيوش القيصر أرمن روس سكنوا موسكو والأطراف وهاجروا من أرمينيا عبر مئات السنين بفضل الإبادات واستقروا في بلاد الروس أغلبهم لم يعد يعرف التحدث بالأرمينيا والكثيرون منهم تزوجوا روسيات وأنجبوا وسكنوا هناك وبيوتهم هناك وأغلبهم لا يعرف أرمينيا وتحولوا إلى روس بهويات روسية وجوازات سفر روسية وجنسيات روسية وهؤلاء كانوا في جيوش القيصر واشتركوا مع قيصرهم في الحرب وهؤلاء ليس لأرمان تركيا عليهم أي فضل ولا مشاورة ولا رأي ولا أمر ولا يخضعون إلا لإرادة قيصرهم هؤلاء على الرغم من كونهم أقلية في جيوش القيصر لا بد أنهم ومن معهم من جيوش القيصر ارتكبوا جميعا المذابح خاصة وأن القيصر وصل بجيشه إلى فان ولكن مصوله كان بعد فوات الأوان فلقد وجد مدينة متفحمة منتهية وجفث القتلى من شباب الأرمن أعلى من المتاريس وتابع القيصر زحفه حتى وصل إلى مدينة سامسون وكان يطلب القسطنطينية والماسونية العالمية تأبى وتهدد وأمرته بالتراجع فرفض فدبروا له انقلاب في موسكو وفي موسكو زوجته وأطفاله الخمسة وبينهم ولي العهد فعاد إلى موسكو ليتم ضمه إلى عائلته ويتم قتلهم جميعا إن عدم التفريق بين جيوش القيصر وبين أرمن تركيا هو قصف السماوات بالأبوات فما ما هي العلاقة بين المجازر التي قام بها الجيش الروسي وأرمن تركيا لقد كان كل شباب أرمن تركيا في خدمة العلم ويحاربون مع الجيش ولم يستثنى منهم إلا الشيوخ وهؤلاء الشباب تم جمعهم وتجريدهم من السلاح وطلب منهم حفر الخنادق وتم قتلهم جميعا ودفنوا في هذه الخنادق فعن أي مجازر ارتكبها هؤلاء يتحدث مركز النفاق وتم في خطوة لاحقة إعدام جنود الأرمن جميعا في سائر أرجاء السلطنة لأن أنور باشا وفي اجتماع صاخب لجماعة الاتحاد والترقي وفي معرض تبريره للهزيمة المنكرة التي تعرض لها في الشرق هو وجيشه قال لقد تعرضنا لخيانة كبيرة من الأرمن وهذا هو سبب الهزيمة ولم يسأله أحد ولا حتى رفيق مناضل واحد واحدا من الأسئلة المنطقية الآتية كيف تعرضتم لخيانة من الأرمن اشرح لنا الطريقة التي خانكم الأرمن بواسطتها وهل اتفق الأرمن على أن يمسكوا أياد بعضهم ويذهبون مغادرين الجيش التركي للحرب مع القيصر وهل يستطاعوا عبور الحدود وتخطوا الخطوط الأمامية وعبروا أحياء ليصلوا إلى الأعداء فينضموا إليهم ولنفترض أنهم قاموا بذلك فما الذي يضمن لهم أن لا يتم قتلهم جميعا من قبل جنود القيصر أثناء تقدمهم لم يطرح على أن ورباشا سؤال منطقي واحد فلقد كانوا جميعا أعضاء في عصابة والكل يتستر على الكل وتقرر أن الأرمن خوانا وتم فض المجلس وتمت المباشرة بتنفيذ أوامر الإبادة دون أن يفكر المنفذون بأنه لو أن الأرمن نجحوا في تنفيذ الخيانة والهروب إلى جهة القيصر للمقاتلة معه فمن هؤلاء الذين يتم قتلهم الآن وما هي جريمتهم خاصة وأنهم لا زالوا هنا معنا وبالتالي فكيف نقبل بعد ذلك بقتل هؤلاء الذين بقيوا معنا وندفنهم في الخنادق التي وجهت لهم الأوامر بحفرها لم يفكر أحدا بطرح هذا السؤال المنطقي على نفسه كيف قبل الأرمن بتنفيذ أوامر تجريدهم من سلاحهم وتحويلهم إلى كتائب سخرة لو أنهم كانوا يبيتون الخيانة لرفضوا تسليم سلاحهم لنا وقتلونا على الفور وباشروا على الأقل بإطلاق النار علينا فلقد انفضحت الأمور أليس كذلك ولكن الحقيقة هي أشهر من نار على علام فلولا وفاء الأرمن لكان أنور باشا بلا أحشاء مبهر ومملح يدور حول سيخ معدني وعلى موقد شواء وحوله الكوزاك يتوسطهم قيصرهم والكل يحمل في يساره كؤوس الفوتكا المترعة وبالعودة إلى مركز الأكاذيب فلقد ورد في دراسته ما يلي لقد قام الأرمن بمحاولة قتل السلطان والجواب هو نعم هذا صحيح فما هو رد الفعل المتوقع بعد أن أقدم السلطان على قتل 300 ألف مواطن أرمني من مواطنيه في زيتون وصاصون ومنهم أهل السيد جميل نذر صاحب مكتبة نوبل المواجهة لفندق الشام في صالحية بلاد الشام لقد ثاروا على السلطنة وهذا أيضا صحيح ولكن ما هو سبب ثورتهم لقد تم حشر الأكراد في أراضيهم وضيعهم وقراهم وبساتينهم وكان الأكراد محميين بالإرادة السنية للخاقان الأعظم وسيد البحار السبعة وظل الله على الأرض فقاموا بالنهب والسلب واحتلاء الأراضي وبيوت الأرمن والاعتداء على بناتهم فقامت القيامة وهذا أفضل ما ترقى إليه مخيلة السلطان العثماني فهل يمكن مواجهة الأعمال القذرة بغير الرد الذي لجأ إليه الأرمن ويطلب الشمق مق في مركز الأكاذيب الذي يرفض ذكر اسمه الصريح يطلب الإثباتات من الأرمن على أن ما فعله الأتراك في العام 1915 يندرج تحت مسمى الإبادة ويقول أن الأرمن لم يقدم أي إثبات طيب ادخل إلى محرك البحث جوجل واختر عرض الصور واكتب بالإنجليزية الإبادة الأرمنية وستظهر أمامك ألاف الإثباتات لي قصة طريفة مع أحد هذه الإثباتات فلقد نجحت في جمع الألاف من الصور التي تخص الإبادة الأرمنية ووقفت أمام واحدة من الصور وأنا مشدوها وفي حيرة من أمري أنظر إلى أول صورة مرفقة في المقالة كنت أرى فيالق وألويا وحشود وأمم من البشر اعتقدت للوهل الأولى أنها فرق عسكرية ذاهبة للالتحاق في الحرب العالمية وكانت الصورة صغيرة ومشوهة بشدة واشتهدت في العمل على إصلاحها بقدر الإمكان فتبين لي أنها صورة لأطفال أرمن صغار فقدوا أباءهم وأمهاتهم في عملية القتل البربرية التي ذهب الأرمن ضحايا لها إبان جريمة الإبادة الكبرى الجينوسايد التي حدثت في العام 1915 وكان عدد هؤلاء الصغار مرعبا وأغفلت عن عمد مئات الصور الأخرى خوفا على حسابي من الإغلاق بعد أن تم حظري ومعاقبتي عشرات المرات إلى درجة اتهامي بالإباحية الجنسية نعم لقد أغفلت عن عمد مئات الصور التي تحوي الكثير من الإثباتات والبراهين ومنها صور صادمة لا يحتملها أحد فمعظم صور الإبادة وحشية ورهيبة وكلها براهين وإثبتات ساطعة على فداحة جرم الإبادة وهو جينوسايد بدأ بالشباب لكسر ظهر الأمة فكل الصور لا تحوي إلا النساء والشيوخ والأطفال فأين ذهب الشباب لو أن ذلك ليس إثبات على الإبادة فأي شيء ممكن أن يكون إثبات على الإبادة بين قوسين أين الشباب الأرمان لا يريدون الاجتماع بأحد ولا يريدون تقديم أي إثبات فالمجرم هو الأعرف بما فعل وليست هناك فائدة من أرشيف نظمه وحفظه المجرمون لأنه مسخر لتقديم الدليل على براءتهم ولذلك يتم استدعاء المجرم لتمثيل الجريمة لا غير ولأنه لا تزر وزر وزر أخرى فلابد من قول الحقيقة وهي أن كل منفذي الجرائم بحق الأرمان صاروا بين يدي خالقهم اليوم ونحن نتطلع إلى العدالة فالورثة استحوذوا على الإرث الحرام وتركوا أصحاب الأرض الفعليين مشتتين في جنبات الأرض الأربعة يتنقلون من إبادة إلى أخرى وإذا كان لابد من الاجتماع مع أتراك اليوم وتقديم الأدلة فاجتمع بهم أنت يا صاحب مركز الأكاذيب لأنك الأكثر ملاءمة وقدم الأدلة أنت ففي يوم ما وبعد أنعمت الكوارث كل بلدان العالم لا بد أن يتحول دور الأمم المتحدة ورجالاتها من دور إبداء القلق إلى دور تطبيق الحق والعدالة والأخذ بيض الضعيف ومن ومن يعلم فقد يكون لنا في الطيب نصيب وفي غير ذلك فالأرض سائرة نحو المزيد من القلق الذي سيؤدي في النهاية إلى فناء العالم آرى سوفليان كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني 12 2022 ترجمة نانسي